ونبقى في كأس العالم لكن نعود إلى النسخة الأخيرة التي استضافتها البرازيل في عام 2014 حيث قيانت التطلعات والطموحات كبيرة لمنتخب السامبا من أجل إعادة الكأس المفضلة للشعب إلى البرازيل وعلقت الجماهير أمالها على النجم نماردا سلفا لقيادة منتخب بلاده إلى منصة تتويج المونديال لكن حدث أمر غير متوقع فبعدما فاز منتخب البرازيل في الدور ربع نهائي أمام كولومبيا بهدفين مقابل هدف خسر أهم لعبيه في البطولة نمار بسبب الإصابة في الظهر وذلك بعد تدخل عنيف من زونيجا مما استدعى غياب اللاعب عن بقية مباراة البطولة المثير أن زونيجا تلقى تهديدات بالقتل بعد هذه المباراة بسبب إصابة نمار حيث لم يتلقى اللاعب آنذاك بطاقة صفراء بسبب تدخله العنيف بعد تخطي عقابة كولومبيا واجهت البرازيل ألمانيا وتلقى منتخب الصنب الهزيمة الأسوأ في سيس جيلي مشاركته بالمونديال حيث خسر أصحاب الأرض بسبعة أهداف مقابل هدف أمام أبطال العالم لتنتهي قصة السلساو بشكل سيء في البطولة ويتوز المنتخب الألماني باللقب بعد ذلك على حساب الأرجنتين اشتركوا في القناة